مغاربي يواصل تحضيراته للقاء الغد أمام كابفيردي وجميع اللاعبين على أهبة الاستعداد بهذا النزال الحاسب رشيد التوصي يؤكد أن أسود الأطلس سيخوضون لقاء الرأس الأخضر بحضر شديد وإصرار كبير على تحقيق الفوس القمة المغاربية في الكان بين تونس والجزائر تبتسم لنصور قرطاج بهدف وحيد في آخر أنفاس المباراة وكود ديفوار تقتنط فوزا صعبا على حساب منتخب طوغو العني يجمع جرات العادة في ساعة تلكان البداية تكون مع بعثة قناة ميديان تيفي في جنوب إفريقيا اليوم في مدينة دوربان الزميل نوفل العواملة نوفل أهلا ومرحبا بك نوفل وسائل خير جلال تحية لك ولضيوفك الكرام نوفل مايا آخر أخبار الأسود كيف مرت استعدادات المنتخب المغربي والحصة الأخيرة اللي أحضرتها للمنتخب المغربي قبل لقاء كافيردي نعم جلال إذن بدأ العد التنازلي للموقعة الحاسمة والمصرية بالنسبة لأسود الأطلس والتي سيحتضنها ملعب موزس مبيدة هنا في مدينة دوربان الساحرة المدينة الساحلية الجميلة في جنوب أفريقيا العد التنازلي كان بحصة تدريبية آخيرة على أرضية الميدان من طرف الجهاز الفني والمنتخب الوطني لتعرف أكثر على أرضية ملعب موزس مبيدة هذا الملعب الجميل والذي احتضن أيضا مباريات كأس العالم إذن حصة تدريبية وضع من خلالها الناخب الوطني رشيد التوسي اللمسات الأخيرة على تشكيل التي ستخد لقاء الغد اللقاء المصيري والحاسم وربما المنظومة التكتيكية التي يود تطبيقها رشيد التوسي من خلال هذه الحصة هي البحث عن النجاعة الهجومية وأيضا تحسين المناطق الدفاعية للوصول إلى النقاط الثلاث وهي الغاية والمراد في لقاء حاسم ومصيري ولا يقبل القسم على اثنين لأن المنتخب الوطني بعد التعادل في اللقاء الأول مع أنجولا مطالب بتحقيق الفوز وضفر بنقاط المباراة الثلاث لكي يبتعد عن لغة الحسابات المعقدة على العموم حصة تدريبية لم نشاهد منها الكثير إلا ربع ساعة ولكن بالنظر إلى الطريقة التي قام برشيد التوسي في التدريبات يمكن الاستنتاج بأن هناك إصرار وعزيمة وأن هناك تركيز ربما على فعالية في وسط الميدان وهي التي افتقدها المنتخب الوطني في لقاء أنجولا وأيضا على خط هجومي سريع يتمكن من اقتناص هدف مبكر بإذن الله في لقاء الغد وأيضا لزعزع الدفاعات المنتخب الرأس الأخضر المنتخب الذي ظهر بشكل منظم في اللقاء الأول أمام المضيف أمام جنوب أفريقيا أمام الجماهير الغفيرة التي احتضنها ملعب سوكر سيتي في الافتتاح البطولة على العموم المنتخب المغربي بإذن الله بمعنويات مرتفعة سيدخل لقاء الغد وكل الأمنيات بتحقيق انتصار يمهد الطريق للدور الثاني ويبعدنا عن شبح لا سمح الله العودة من الدور الأول من الكام نوفل كانت هناك أنباء حول ربما غياب اللاعب عادي الهرماش على لقاء الغد بداعي الإصابة نعم إذن هناك أنباء بالفعل جلال تؤكد أن هناك إصابة بالنسبة لللاعب عادي الهرماش ما سيضطر رشيد التوصي للقيام ببعض التغييرات في منتخب الوطني واستبدال هذا اللاعب إذن ربما لم نصل لمعلومات كثيرة جدا حول مدى إصابة هرماش ولكن رشيد التوصي تحدث وقال بأن هناك تغييرات ستحدث في لقاء الغد ولكن هذه التغييرات ليست بنسبة كبيرة ولكن ستكون طفيفة لأن هناك رضى من الجهاز الفني على اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في اللقاء الأول ويود أن يكمل اللقاء الثاني ربما بمنظومة تكتيكية مغايرة ولكن مع نفس اللاعبين ولا يمكن أيضا المغامرة واستبدال عدد كبير من اللاعبين لأن التألف والانسجام تحقق في اللقاء الأول وممكن أن يعطي الفعالية في اللقاء الثاني من قبل بعض العناصر ولكن قلنا بالأمس بأن التغييرات قد تقتصر على الخط الهجومي بدخول ربما العربي في مكان الحمداوي اليوم بعد إصابة عادل هرماش قد تحدث بعض التغييرات الأخرى على العموم رشيد التوصي قالها اليوم في الندو الصحفي لم تكتمل بعد لديه الاختيارات الخاصة بالعناصر البشرية للقاء الرأس الأخضر ولكن أكيد أن الحصة التدريبية الأخيرة منحت صورة كاملة حول العناصر التي ستدخل في لقاء الرأس الأخضر ووضع عليها اللمسات الأخيرة وأيضا قام بإسقاط منظومته التكتيكية من خلال الحصة التدريبية الأخيرة ليحصل على منتخب متماسك متكامل يتمكن من انتزاع نقاط المباراة الثلاثة نوفى العواملة كيف هي الأجواء الآن في مدينة دوربان ربما ليست هناك أمطار الجو يتميز بالحر ولكن كذلك هناك نقطة مهمة أكد عليها حتى المدرب المغربي أن ملعب موزيس مبيدة يعني ملعب متميز وربما يشجع منتخب المغربي للعب بسرعة أمام كاف ذاك نعم يعني صراحة جلال أجواء من ناحية المناخ المناخ هنا جيد جدا حرارة ولكن حرارة غير متسافعة يعني كنا في الساعة التدريبية التي جاءت في الساعة التي سيكون فيها لقاء الغد جو أكثر من جيد يشبه نوعا ما أجواء مدينة مراكش الحمراء والتي اعتاد الأسود على خوض لقاءاتهم هناك الملعب ملعب رائع أرضية ممتازة تختلف عن أرضية ملعب سوكر سيتي المقسوم إلى نصف اصطناعي ونصف طبيعي اليوم الأسود شاهدوها وأكيد أنهم ألفوها والغدا سيكونون بدون أي عنصر مفاجأة بالنسبة لأرضية الميدان وأيضا للأجواء ونقصد هنا المناخ الأجواء العامة المحيطة ببعثة أسود الأطلس هنا في مدينة دوربان أجواء جيدة جماهير غفيرة حضرت على متن طائرات سواء بالأمس أو حتى اليوم من مدينة جوهانسبورغ وصولا إلى دوربان هناك من جاء عبر طريق السيار على العموم أجواء توحي بأن الكل يريد أن يحصل على نقاط ثلاث الكل يمنى النفس بأن يكون الانتصار حليف الأسود وبصراحة من شاهد مستوى البطولة ككل يقول بأن المنتخب المغربي لديه فرصة وفرصة كبيرة جدا للعبور للدور الثاني وهذا ما أكدته الجماهير المغربية شاهدنا اليوم عدد من اللقاءات بالأمس أيضا مستوى المنتخبات الأفريقية المشاركة في هذه الكأس مستوى متقارب جدا لكي لا ننغرب فقط يعني حتى مدرب فريق الرأس الأخضر قال في الندوة الصحفية بأن المنتخب المغربي ربما هو المنتخب الأقوى في هذه المجموعة ونتمنى أن تكون هذه المدح وهذا الثناء على أسود الأطلس مجسدا على أرضية الميدان في لقاء الغد لأن الجماهير المغربية بصراحة متعطشة للانتصار وتؤكد بأن انتصار يوم غد على المنتخب الرأس الأخضر أهم من كل شيء لأن اللقاء الثالث حاسم هو الآخر أمام أصحاب الأرض والجمهور أمام منتخب البفانا بفانا نوفل العواملة والزميل فيصل أبروش من دوربان مباشرة من دوربان شكرا جزيلا إذن كان معنا نوفل العواملة من دوربان وتابع آخر تحضيرات المنتخب المغربي سامير عجام والسعد خلق اللوزاني يعني باش ممكننا زمن توقعوا من المنتخب في هذا اللقاء ضد كافر جميع احتمالات وردة لأن مقابلة إلى تتشوفها في آخر نفسها تتلقى واحد الليجيس تكنيك ولا أندي تاي ولا شيء عجلت بالمقابلة ولهذا أظن بما المغرب عازم باش ياخد المباراة بقوة وبجدية وأظن بما المغرب عند حدود إلى قاوم هذا الضغط بسيكولوجي ولا قاوم الديتاي ديال لورغانزازن ديال وديال اسپاس لنا نعم 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 مقابلة وهي مقابلة تانية غاد يكون لعيا غاد يكون كشي وغاد يكون واحد حاجة اللي يخصتها تكون بزاف هو نوبا نوبا سو ديسبرسي نعم ما ما سنسين أنا خاص يكون هناك تركيز ديال اللعبين سامير الجام يعني هي مباراة للتعويد بعد يعني التعادل السلبي في أول لقاء قبل الحديث عن مباراة ليوم يجب أن نعود إلى النقطة نعم والتي حصلنا عليها في المباراة الأولى لأنها نقطة من ذهب وانطلاقاً مما شاهدناه في مبارتين اليوم وما رأينا خاصةً في المباراة الثانية والتي جمعت فريق الجزائري بفريق تونسي رأينا كيف انهزم الفريق الجزائري بعدما قدم عرضاً طيب عرض قوي بمنظومة تاكتيكية ولاعبين يتمتعون بعزيمة إرادة حاولوا أن يطبقوا كل شيء إلا أن كرة القدم للأسف أنها أرادت شيء آخر ويخرجون بصفر نقطة ولهذا أقول لمن قال على أن الفريق الوطني هناك نكسة أو هناك إحباط أو أعتقد على أن هذه النقطة يجب أن نستغلها في الظروف الحسنة ولن أعتبر أقولها وأعيدها أن هذه المباراة ضد فريق الكاب غير أنها مصيرية فليست مصيرية أنا أسميها مباراة دون الهزيمة لأن نقطة واحدة سنكون دائماً في الطريق إلى التأهيل إذن لا مجال للمغامرة ويجب التركيز والتركيز ثم التركيز يعني هذا رؤية التقنية لأن ربما الجمهور الآن يقول أن هذه المباراة حاسمة ودروري دروري الانتصار لدروري وعدم الانهزام في هذه المواجهة نلتقي بعد لحظة قليلة في الجزء الثاني من ساعة الكهنة إذن قبل الاختبار الثاني في النهايات المدربة المنتخبة المغربي راشيد التوسي عبر عن تيقاتيال الكبيرة في اللاعبين لإستعدوا بشكل جيد للمباراة ويأكد بأن السود أطلس يخضوا هذا اللقاء مع كابفرد بحضر شديد وإصرار كبير على تحقيق الفوز راشيد التوسي جميع التوسي لحظة القديم لحظة أطلس للتعديم لحظة ساعة وعظة ويأعتبت بشكل جيد ويأعتبت بذلك ويبدو في مدربة المدربة المتجموعة وفي ذلك من قبل الانتصال لا تفترضني لدينا تحدث جميع التوسيقية في نهاية المدربة المدربة الممتازلة في تتخطيق لحظة الانتقال على تقالي فيها الافريكي برادA لقم نعمل لكم السلوان ماذا ودفق برادا نعمال جميع سراء حجم وسطهما رتما تتخط على الشخص فهي كان يعجبه على الجميع لامشي لكن فهي تكون من الجميع وشكل مفتضل من مبالزي ودفق بلقاء لتنحله بلحث مستحب الخاصة لتبدو يا مستحب لا يجب أن يجعله يجب أن نعطيه قليلاً لا يمكننا أن نعطيه كما يقولون برادا وبدندا يجب أن نعطيه يجب أن يفعله لتكون من الوزع لأنه يمكننا أن يكون هذا يمكننا مشاهده باناته ضد منتخب جنوب إفريقي يعني خص الإنسان يخد المباراة بحضار ما شير غيرك ضد الكافير توت للي بارتي توت لزيكيب كون روكان يفو ريسبيكت يفو إسيي دي جوي سيريزمو بانو با كنسوا سوربري خص إنسان ما يكون شين حقارت إفريقا تصدق غربا حنا شفنا المقابلة اللي كانت اليوم بين دزير و تونس تونس إلا قموصي تونس إلا قموصي تريمال إلا فاله إنجز تكنيك إنجز تكنيك بارفير كي يشوزي تول ماتش دوك في المقابلة بحناك لا سا باري في دن كوتي ودن أخر كوتي سامير يعني أنتم تعود للمواجهات القرية منتخب يعني جديد ربما كنا نتوقعه كذلك وهذه يعني يمكن أن تكون في كرة القدم أن الوجه اللي ظهر به منتخب الرأس الأخضر كفير في اللقاء الأول ربما يكون مخالف تماما لمباراة ضد المغرب رغم أنك صحفي ولكن أعتقد أنه عندك معرفة بالأشياء التقنية فصحيح على أن اليوم سندخل إن شاء الله غدا سندخلوا في الدور الثاني المباراة الثانية والمباراة الثانية أكيد على أنها ما ستعطينا نفس الوجه اللي ظهروا به الفرق لماذا؟ لأنه ربما كان بعض الفرق اللي عانت من تهيئ البدني ديالها وأنها بدلت واحد المجهود كبير في المباراة الأولى معنى هذا أنه ربما ما يكونش يومين أو ثلاثة أيام كافية باش هذا الفرق هذي تسترجع اللياقة ديالها بحال مثلا الفريق الإيتيوبي اللي لعب مثلا بعشرة ديال اللاعبين في واحد الوقت كبير من المباراة يمكن هذا العامل يكون عنده تأثير ثانيا هناك الفرق اللي خسرت في الدور الأول اليوم ما عندهاش ما تسمح لهاش باش أنها تحقق تعادل أو تنتصر إذن ضروري من الانتصار إذن ضروري من تغيير بعض الأشياء فيما يخص الفريق الوطني تعتقد على أننا بقي عنا إنماغج بقي عنا إنماغج في يعني يمكننا نحقق تعادل وتعادل بحال اللي قلت يعني دائما يخلينا دون لك وخص فاللي غير اللي نقول لنا في هذا الباب هو يلزم التركيز يلزم تكون عنا تكون عنا حصانة دفاعية أولا مش ميدخلش علينا هدف لأن أي منظمة تاكتيكية كما بغي يكون نعودي لها إلا ويكتبنا على وصول دفاعية وتنظم الصعب الخرق يكون متفق معي في هذا الباب هذا لأن الكورة القدم تتلعب من الخلف الأمام تنتمنى على أن أو أولا نضمنه يعني للمفاتيح الدفاعية وأنا على يقين لأن هذه المباراة إن شاء الله هنت سنتنبأ إن شاء الله ينفوزوا بها وإلى زعمة تنبأ سامير بفوز المنتخب المغربي هذه زعمة سي سوبر بون نوفل تكلمنا على احتمال يعني كبير غياب عاديل هرمش يعني متوسط الدفاع المنتخب المغربي ربما عاديل ما أظهرش بمستوى كبير في أول لقاء لو يعني غاب عاديل هرمش نقدن يعني سعب الخرق اللوزاني شمال الإمكانيات شمال التي عند راشد توصي أظن بما عنده إن غروب نعم متزانس متكامل ما كانش واحد اللي فيت لأخرب كتير نعم أظن بما لغم براسان دي نبورتكي الجور إلي ن ن ن نفت بما نعم دهن دهن هناك ربما البعض يقول يعني دخول يونس بالهند في نفس يعني المكان اللي كان كي لعبيه ربما مع المنتخب مع شوية متأخر هناك يعني كيقول من بين الاختيارات اللي تكون يعني عدوى ربما ياخد متوسط الدفاع ويدخل أحمد قنطاري شنو يعني السيناريوات سامي أنا تنظن هذاك يرجع الاختيارات الاختيكية دي المدرب لأنه بحل قلصة عبد الخلق فعنده كل مفاتيح أمامه عنده عشرين لعيب بإمكانه وشنو من الاختيارات وش هي غتكون اختيارات دي لوسط الميدان اللي غيمكن تساند كتير الهجوم ويكون تعطي ستين يعني لالين أوفنسيف أو لا غدي يلجأ مرة أخرى يعني باش يقفل كل المساحات في المنطقة دينا وفي هذا الحال عنده بحل يقول عدوى والقنطار يرجع إذن المفاتيح مثال كالناخب الوطني هو اللي عندو الرؤية ديالو مع الجهاز الفني ديالو ومع الناس اللي اعطوها كل المعلومات على الفريق ما تكون منعناش هسا من نقش طبيعة الحال طبيعة الحال عدو اللي تكتخلعني 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 ربما اختيار هاد اللاعب أولاد المنظوم وكتخل لا لا هادش هادش ديال المدرب لا هادش هادش سعب ستطفين أرمار نعم هادش نعم نعم هادش نعم هادش 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 لغو ونحن نحاول جميع من المخصوصات التي تصدر عليها ولكن كمادت القناة لا يوجد حضر كثيرس هناك جميع قناة لنضيفنا استعد ذلك كما أننا سنحضره في مكان رشيدacie فهو يطفل على واحد المهمة لاننا موجودين في ستوديو هو سيدون الحاجة هو والله حسن العوانه ونتمنى على أن الحياة المدرية برماشية سهلة أن تنشوف الحالة ذي الاليلوزيتش تطالور فلبون دو توش في الأفان دي ماتش رارباليتي حالو شنوقيه ونتمنى على احترام تنحولوا مأمكان نعطيه حلول ونعطيه أشياء لكي نفيدوا الناس يتسنتوا ل هذا البرنامج يعني ربما الوقت ضيق وضيق جدا اليوم في ساعة كان قدنا دقائق يعني قليلة أربع دقائق بغيت نتكلمه ضروري تكلمه لأديربي المغاربي ما بين تونس والجزائر يمكننا نقوله مرة أخرى يعني تونس انتصرت ما لا تونيزيا أنه فريق اللي انتظر الساعة دياله فريق اللي ربما منتخب الجزائري كان أحسن يجينا نشوف يعني الاناليزية المباراة كلها لكن يعني في الوقت بدل ضائع هدف قاتل يمكن هدف رائع للمساكني اللي يعني أكبر يعني طموح المنتخب الجزائري الساعة قادر تلخص المقابلة في حركات تقنية في المستوى العالي هذا هو الماتش كامل هذاك الانطري ديال الجهور دخلوا وضرب الكورة اسمت عليه الفيكال ليفتينغ في الانغل مع انتها واحد ما يدير نعم ني غاردين بوت ني غيان دوك الجيس تكنيك بارفي ولكن ما نقللوشين من المستوى ديال الجيري اللي بدأتها مارس كبير وواحد الحاجة لديربي نور افريكا فريمان دوني سكو تولمون دا توندي دولوي المباراة يعني متميزة سامير وحسنا وشفت هذه النقطة اللي يعني أنا ركزتها الكثير أنا مدرب وحيدة ليلوزيتش يعني بالعضمة ديره وكان عرفت هذه الشخصية القوية اللي عنده يعني اللي انتهت المباراة كان يعني مقدرش ولا يمشي حتى يعني الغرفة إلا كراكي إلا كراكي إلا كراكي إلا كراكي إلا كراكي إلا يعني هدف يعني غادر هدف يعني اللي لا لا في الكورات كل شي محتمل أدول بما الإكسپيريونس اللي عندو وكالفاديك الحالة سكي يا كالكشوز كي نفا با سكي كالكوتي اللي كوتو يتي بريمان تونسر لا سامير الميز هاد هاد جولة هادي بالخصوص على أن هاد مباراة اللي جدرا سواء الفريق توقو مع لا كوديفور أو لا الجزائر مع تونس هو أن النتائج كانت غير منصفة حتى في المباراة الأولى قبل ما نتحدث عن الفريق المباراة الثانية ندرع المباراة الأولى اللي هي كانت ما بين توقو ولا كوديفور بصراحة أنا كنت جد يعني مستائل المرضود اللي قدموا الفريق الإفواري رغم الترسنة دي اللاعبي الكبار اللي عندو فريق توقو لي رغم المشاكل اللي عاشها ورغم العديد الأشياء اللي سمعناها فقد تم واحد مباراة قوية مباراة اللي ما ننسوش هاد الفريق رغم اللي هزي ما ديالو فربقي ما ماتش إلي هون كور فيفان الفرق اللي كان هو بطبيعة الحال اللي تكونوا عندك لاعبين في واحد مستوى عالي كجيرفينيو وكيايا توري الناس اللي كلهم يديروا الفرق نفس الشيء مباراة اللي يشفنا ضد المالي لسيدو كيتا هو اللي يصنع الفريق هاد المباراة إذن اللي يصنع الفريق هما الكبار أما بالنسبة للمباراة الثانية فأنظن على أنها مباراة مباراة أعصاب مباراة يجيبوني سيانها والله يحسن العوان أليلو زيتش وكل لاعبين غير هو كان واحد نقطة أساسية واش الفريق التونسي غادي عود لامين برفورمونس المباراة الثانية هادا هادا تساؤل كبير لماذا لأنه بدلم جهود كبير وهي كانت مباراة تكتيكية مباراة قوية سريعة أنا لا أعتقد على أن الفريق التونسي بإمكانه يعود نفس 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 من الصعب إذن بالنسبة للمنتخب التونسي بالفعل أنه يعود يلعب بنفس المستوى في الخطأ عود مساكني من خطأ العود مساكني دار بالحالة بكي قال جعب خلق لكن الآن المنتخب الجزائري يعني حرق الجوكر ديرو مطالب مطالب الآن بأنه يعني يرجع في هذه المسابقة وديروك يمر بانتصار نتمنى أنه ينسى هاد يعني الصفعة لأنه هتكون مباراة الجريحين نعم مباراة الجريحين يعني ما بين المنتخب التوغو والجزائر شكرا سي عبد الخلق شكرا سامير يعني ما سخيناش بكم كنظن أنه حتى يعني المشاهد الكريم ما سخاش بكم ما سخاش بساعة لكن لكن نلتقي غدا في عدد جديد ونتمنى يعني بفوز للمنتخب المغربي كما قال سامير عجم أمام منتخب كاف فردي كونو في الموعد اشتركوا في القناة